هكذا تبدأ الأحداث صاروخ مباليستي يطلقه الانقلابيون على العصمة السعودية الرياض فتعترضه المنظومة الدفاعية السعودية بالقرب من مطار الملك خالد الدولي تبعه إلقاء القبض على أمراء ووزراء سعوديين من قبل لجنة مكافحة الفساد التي تم إعلانها في ذات اللحظة أعقب ذلك سلسلة من غارات التحالف على مواقع عسكرية وأمنية لمليشي الحوثي والرئيس المخلوع وسط العصمة صنع وقبل ذلك كله إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض عبر شاشات التلفزة السعودية تطورات الأحداث في السعودية على هذا النحو المتسارع في أقل من يوم يلقي بظلاله على مصير الدولة الأكبر في المنظومة الخليجية ولكن ما يهم الشارع اليمني هو تأثير هذه الأحداث على المشهد في اليمن إذ بات من الواضح أن التغيرات داخل البيت السعودي تلقي بظلالها على اليمن سلبا وإيجابا وفق متغيرات كثيرة بدأت منذ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتولي الملك سلمان الحكم والذي مثل نقطة تحول فرقة أفرزت ما عرف بعصفة الحزم إلا أن التغيرات الأخيرة التي جرت في السعودية وفتح المملكة أكثر من ملف كان آخرها الملف اللبناني وتصفيات حسابات داخلية تحت دعاوى عدة بحسب المراقبين سيكون لها تداعيات على صعيد القطية اليمنية خصوصا أن ترتيبات الحكم السعودي تشهد نقطة تحول فارقة في صيغة الحكم إذا ما تعلق الأمر بانتقال الحكم بين أجيال العائلة الحاكمة في المملكة تساؤلات الشارع اليمني في هذا الظرف الذي تعيشه اليمن تدور بعضها حول مدى تفكير القيادة اليمنية بمغادرة الرياض والعودة لليمن حيث تشير الوقائع على خارطة السياسة السعودية إلى انشغال الأخيرة بمشاكلها لفترة طويلة قادمة وعلى الحكومة اليمنية التفكير بالعودة جديا الاتهامات بقصور الرؤية أو تقاعسها من قبل التحالف تجاه الأزمة اليمنية يظهر بجلاء من خلال تضارب تصريحات المسؤولين السعوديين حول الحسم العسكري في اليمن والخيارات السياسية وهما يؤكد أن علي اليمنيين يمضوا في طريق استعادة دولتهم المخطوفة دون انتظار الجار الذي كما يبدو بات مشغولا بإنقاذ نفسه أكثر من غيره وأكثر من أي وقت مضى